يعني مثل ما شفنا ما بيخفى على حدا أنه صدنا نعتمد على السوشيال ميديا وعلى الانترنت بأصغر تفصيل بحياتنا وخصوصا موضوع التواصل مع الآخرين إن كان مع الأقارب أو الرفقات وحتى في بعض الأشخاص ممكن يعني عملون يخليهم يضطروا يستعملوا الموبايل والسوشيال ميديا للتواصل مع عملاءهم أو حتى زبائنهم يعني فحتى بالشغل فايت الموضوع يعني خلاص السوشيال ميديا ما في مهرب منها قد ما حاول الواحد يقول لا أنا بيضلني بعيد عن هذا المجال يعني بدك تروح للسوشيال ميديا حتروح للسوشيال ميديا بكل أحوال وبنفس الوقت يمكن أكيد عم نلاحظ أنه ببعض المريات عم يصير في سوق تفاهم بسبب أسلوب الكتابة أو التأخر بالرد وغيرها لكثير من المواقف لهيك لازم نعرف شوية قواعد أساسية بإتيكاة استخدام السوشيال ميديا يلي راح تخبرنا عنها أكثر ضيفتنا الدكتورة فات النزام الاختصاصية بالعلاقات العامة وتنمية المهارات يساعد صباحي صباح وخير دكتورة أهلا وسهلا فيك معنا لليوم فعليا يعني الاتيكاة صار لازم وواجب يمكن على السوشيال ميديا لأنه للأسف عم نشوف كتير إشياء سيئة ونقول بلحظة من اللحظات أنه نحنا يعني ما بيلبق لنا السوشيال ميديا يا ترعا جد ما بيلبق لنا السوشيال ميديا هي الفكرة كلمة أنه ليش تصار في ضرورة يعني أقول لهم هل ما عد في حاجة الاتيكاة تعال السوشيال ميديا هو صار ضرورة تماما لأنه كونه أنه نحنا دايما أنه نحنا دورها هالشاشة المخفية اللي ممكن أنه أنا ما حدا بيعرفني إمتى أنا بتواصل أو أنا إمتى بدخل على الخط أو أنا إمتى بعلق أو أنا إمتى بحكي على المسنجر في عندي الحرية الكاملة باكر ما لهيك صار في عندي مضرورة أنه أنا أعرف يكون في عندي اتيكاة أو قواعد لموضوع السوشيال ميديا السوشيال ميديا يلي هو صار متناول بكل واحد بكل شيء سهولة بالتعامل فيه وفي عندي أرياحية أنه لقيتك عندك متصر فأنا لازم أحكي معي تسعة وعشر 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 وإمتى مكان وإذا ما رديتي يا ويليك آه معنا تنفأ لي حالك ليش ما عم تحكي معها عم تحكي مع غيري فأنتي هون صار في عندك فعل ورد فعل وأخذ وعطى وإنتي يا غافل إليك الله بيقول مبالك حقيقة يمكن على الشحن أو أنت حقيقة ما جعل بالك تردي فنحن هون عم بصير في عنا إطار اللي هو عم بصير في عندك إنه ليش أو أنه أنه أنت عدم الرد معناته أنت في عندك مشكلة معينة أو عدم الرد إنه هو أنه أنت لازم إذا إليك حدا إليك ألو لازم تقيله هي كبسة زر فهي النقطة هون صار في عندي كتير قصص كتير سيار وبنفس الوقت كتير خلينا نقول تجاوزات يلي هو أحيانا بتكوني أنت في عندك صوصية معينة وأحيانا بتكوني حقيقتاً فاتحة أنت أساساً السوشيال ميديا لشغل لعمل ومو بالضروري أنت تكوني متواصلة مية بالمية فأنتي هكون عندك شغل فأنتي لازم تردي باللحظة هنا بدنياها هيحكينا بما يخص الرد خلينا نقول على المسجرات كتير في ناس بتعتبر أنه تواجب عليك أنك ترد علي ولو تأخرت معناها في مشكلة يمكن في من ناحية تانية إذا هكنا نروح لشوية التفاصيل موضوع كمان نشر الصور أو الفيديوز هو في ناس بتشوفها أنا حر بنشر اللي بدي أو أنا يعني الفيديو المناسب وكذا في أوقات شغلات حسية هي ممكن غير مناسبة لمجتمعاتنا أو شي ما بعرف إذا هذا ممكن يكون مبرر إنه نحنا ما ننشر شي يخالف شوي لطاق المجتمع اللي نحنا فيه وشكل عام شو فيه إتيكايت يتعلق بموضوع نشر الصور هي دايما هي صفحة الفيسبوك الخاصة هي خاصة فيك يا ليش نحنا دايما أنه نحنا لازم نتجاوز خصوصية الآخرين يعني فيه عالم هي حياتها خلينا نحكي على الجانبين فيه عالم هي بتحب تحط مفردات حياتها تفاصيل حياتها تحط بديوهات خاصة يمكن لأبنة يمكن لحياتها يمكن لنجاحة يمكن لأي مناسبة فهي اسم خصوصية وين هون بتتجاوز أنت الخصوصية ما أنت تدخل بخصوصيتي يعني أنا مثلا هي صفحتي الخاصة فيه أحيانا فيه مشكلة أنه أحيانا تتاخذ صورة تمام وبتنتشر على صفحة حدا تاني أو فيديو خاص بتنتشر على حدا تاني هاي اسم صفحة خاصة لو هنقول صفحة عامة كشغل كأنه حاطة فيديو مثلا توعوي أوكي ممكن كتير نشرق أو اختم وشاركة ولكن فيديو خاص كيف أنت من وين لوين أنت تاخد هذا الفيديو وهاي صورة يمكن من منحة أنه أنت بمجرد أنك حاطة طيعة وسائل تواصل اجتماعي فما بقى فيه له خصوصية هاي تماما بس هون فيه يلي يقول يمكن ما بيلبق ما بيلبق لنا السوشال ميزة بشوي ما بيلبق لنا بشوي حقيقتها بس أما حبت كنت بس لا هو بيمكن أنه أحيانا يمكن ما بيلبق لنا أنه نكون أنه حيز الخاص لا هذا اسمه فيديو عائلي هذا اسمه فيديو مناسبة خاصة فيه فما لا يجب نحنا نتدوله وين الأخطر ما تواحد يجي يعلق تمام أنا ما لوفرين هو يعلق على فيديو وبعدين بس ببعنا أنه أنا كمشتك ها هي حطيته أنا كمشتك وشفتك أو فيه ناس بتعمل مشاكل بهالقصة على صفحة آخرين حدا بيعملتاك لا حدا وبصيروا بيبلش ويتخانقوا على الفيتر الخاصة يعني مخصم فيه هنالتنين فهون أنت من المعيب أنه أنت بدك تقيميلهم أن تحس فيهم كل تعليقاتهم من المعيب أنه أنت فتحتينهم مجال زيادة عن اللزوم أنت مثلا تقدت دارك القصة فهون صار فيه عندي حقيقة تجاوز القطوصيات بطريقة كتير معيبة تمام طيب بما أنا فتحتي هذا الباب خليني شوي أحكي عن فكرة التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليقات السلبية كتير صح أنه نحن نعلق ويكون لنا رأي ونقد يمكن يكون هذا النقد إيجابي يمكن يكون سلبي ولكن ضمن نطاق الاحترامي اللي هو للأسف صار شبه معدوم على مواقع التواصل الاجتماعي شخص عمره ستين سنة بيجي أنا بيكتب وبسب عفوا من هذا اللفظ عليه وما ما بتفرق معي طيب أنا بحط والدي بهي المكانة قبل ما مثلا أحكي مع شخص أو سب على شخص أو هين شخص وأنا مفهمة أصلا شو السيرة فكيف ممكن نعمل حد لهذا الموضوع بعيدا عن يعني الجرم الإلكتروني والقوانين شي الأخلاقي شو لازم يكون تعرفي فيه شغلة كتير مهمة ركلا ما ذكرت نحن نفكرين حالا متخفين ورا هالشاشة الصغيرة يعني هي دايما التواصل اسمه التواصل عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي أنه أنا بعيدة أنا مالي بوجي أنا معا بتفعل أنا وياكي فيالله أنا كتبته بدي أكتبها هون في نقطة في عالم هي بس بدي تكتب تستفز الآخر في عالم لا أخطر أنه أنا محضوم كمان يعني هي روح للدعابة هي كتير أنه بكتب وبعمل ها ها أو سمايلات أو هاي القصص نحن عن الكتابة حتى الكتابة تبع الوسائل للتواصل الاجتماعي هي أحيانا مضروبة أحيانا ما توصلك الفكرة الصح فأنت قد تكون دقيقة بإرسال الرسالة بالطريقة الصح لا هي فيه كمان أكتر من هي فيها أنت عم تحكي على كرية التنمر التنمر أحيانا إذا الشخص أنت حدد دايق من شخص معين بيعملوا إنشاء عدة حسابات بيصيروا بيحطوا تعليقات موسيقى وأنت بيحطوها يعني هي عادي راسي هذا التنمر صار مطريقة يعني عادية أنه ساعتين تنين ثلاثة الصبح إلا إذا ما كنت نايمة بيكونوا عطولك التعليقات واحد اتنين ثلاثة بيكونوا عم يشتغلوا أسلوب تنمر بس يمكن إثاءة يمكن إشاعة وصخة في هذا الشي اللي هذا بينا خاف منه يعني هون مثلا الشخص يصير عمروا ستين سنة ممكن كتير هو يحسبو يمكن يعملوا بلوك بطريقة طبيعية ولكن ما أنت تكوني محط نظر ويكون في عاملين مثل شبكة عليك وعم يعملوا حسابة وهون ساعة التنمر والإساءة يلي أنت ما بتلحق تردي لأنه صار فيه أكثر من حدا وإنت بيبين لنفس الأسلوب الكتابة وحتى نفس التشكيل وتفوتوا على الأكاونت بتلاقي نفس البيع نفس الشي بالضبط فهون حقيقة هذا التنمر يلي فيه إساءة خلينا نقول إشاعة هاي مقصودة بتكون يعني الإساءة وحقيقة تعلق لك هل فيك ممكن كمان تكون التنمر عصبية يكون حاطة صورة معينة صبايا يكونوا هنو عاملين عليها حلث حلث تمام وبصيروا كل ياتهم واحدة تغلط على أسابة تحطط له سمايل أضحكني وهو بيبقى بيضله مبين بالإحساء معناتها مين لعن يتضحك على صورته وهكذا يعني قانون للجرائم الإلكترونية على فكرة أنصف كتير ناس وناس كتير قدرت تأخذ حقه وهو مو بس حكي وبس لا هو حكي وفعل وشفناها بكتير مواقف يعني أوكي عم نحكي على الناحية الأخلاقية بس في ناس لا يمتلكوا وفا يعني بيتعلموا الأخلاق يمكن بصيروا من خلال هذه الطريقة طب نروح لنا حية تانية حتى نستغل للوقت كتير من الناس مثل ما كنا ذكرنا أنه هنا بيستخدموا السوشيال ميديا كبزنس أنا عندي طياب عندي ميكوب عندي عندي شي عم سوق له من خلال السوشيال ميديا فأنا فعليا عندي زباين أوكي أو أنا زبون بدي أشتري منهم خلينا نحكي على التعاملات كيف بتكون في ناس تكون فاتحة صفحة وعندهم قطعة مثلا كتير حلوية بس أسلوبهم ما بينطاق فأنتي ما فيكي تحكي معا أو برسلوا البوست بطلوا يردوا خلي التياب تبعك عندك وشكرا معمد ددي تمام فهذا الموضوع عداش مهم كمان يعني يعني نحكي شي اسمه مهنية بالعمل يعني كلمة أنه أنت فتحتي صفحة الفيسبوك لموضوع تياب ملابس مكياجة أحيانا تدريب أحيانا بأي قصة أنت عم تشمت الشغلية التسويق ومبيعات فأنت أول شي في عندك اللي هو عبارة عن التعامل الصح عندك أنت عم تبيعي يعني بالنهاية أنا بدي أختار مفردات الصح بدي أختار كل رزبون إلو نمط شخصية إلو اسلوب معين فأنت بدك تبيعي بالنهاية فأنتي لازم تكوني كتير محترمة حتى لا خلينا نقول للا في عالم بتتعامل بطريقة غير محترمة أنه أنا عم بتشيري من عندك أنه أنت لشيك عم تحكي معي يعني هيا صدنا خلصة البيع عن جد خلصة البيع على السوشال ميديا أنت بدك تاخد القطعة بيك تاخد القطعة كأنك عم تشحد منها أو بسير في عندك بسلوب تنارات أنه كان على حب النبي عم تاتيكيها فهي الفكرة أنه وين التعامل فأنتي هون خسرتي مو زبون أنت خسرتي عشر زباين لأن أنا ما تحكي أنا عن بضاعة معينة على كواليتي الصحيح على أنه هي حقيقة ستة كتير محترمة بتجيب مثلا بضاعة مرتبة إلى آخر أنا عم بحكي قدام عشرة صارو فأنا عم جبتلك زباين بالنهاية ولكن أنت أحيانا إذا ما خلصنا نحنا من عن طريق السوشال ميديا أو مثلا أنه نقطوا وخدوا السعر طب أنت طب أنت بدنا نهلس طب أنت بدنا نلقطة ناخد السعر لو بتخلص الصفحة وخلص لتلتة يوم ما ماطت السعر طب بمعنى تخليها لبضاعة عندك الله يخلي لك ياها تتربى بع السي هاي الفكرة أنه وقت اللي صبية بدا تفتح شغل على السوشال ميديا أول شي بتكون كتير متحمسة وأنه أنا خلص عندي قواعد بعدين بتنسى بتقول إهي صفحة لا أنت ذاك تعملي مثل مثلا مثل كأنك فاتحة محل يعني في أهم مواقع بالعالم هي على السوشال ميديا صحيح يعني نحن اللي هلأ ما عرفنا أدي هي إيمة السوشال ميديا صحيح بالطريقة البزنس هذا بزنس صحيح يعني أنت ما تفتحي أنت مثلا تكوني شخصية عامة غير ما تكوني شخصية أنه أنت صفحة شخصية هذا بيفرق كتير أنت أسلوبك الكلمة النظرة في ناس عم تتابعك كتير بعدين إذا أنت لساتك نطاق بس هون شي بس إذا طلعت إلى بره نطاق آخر فأنت صرت على الوطن العربي أنت بك أنصرت عالمية فنحن هون أنت ما تكوني تشتغلي بزنس بالطريقة أو الخطة التي أنت تشتغليها بإليك أنه أنت حتوصلي للي برندل بديك صحيح أما أنت بس بدي أنه مع العزرين بها الكلمة حنك وبدنا أنه كذا ورفقات وكذا فأنت حتضلك محلك بنفس الوقت ما حتبيعي لا أنت بديو أن نحكي عليك أنه هي عم تتسلم تماماً حتى فكرة أخيرة لما يصير اسمك أصلاً ينتشر أو شي فما بدنا نتكبر على العالم لأنه هؤلاء العالم فعلياً هنن اللي عملوكي وهنن اللي عملو لك هذا الاسم فعني نلاحظة يمكن كثير هي القصة شكراً كثير لوجودك الموضوع جميل والسهي كي بده فقرات ثانية بس دميل يا رب بوجودكم شكراً لألك دكتورة أهلا وسهلا فيكي بمعنا لليوم